اهلا وسهلا بكم عزيزي طلبة طلبات الصف الثالث الزراعي مجالة تصنيع الغذائي في حالة جديدة من الصناعات الغذائية ومادة الصناعات الغذائية هنستكمل مع بعض النهاردة الوحدة التانية ليعبارة عن الصناعة السكر صحيح من قصب السكر او بنجر السكر خدنا في الحالات السابقة ليصناع السكر من قصب السكر النهاردة بقى ناخد المحصول الاخر المادة الاخرى النباتية المستخدمة في صناعة السكر وهي بنجر السكر كنت بقول ان معظم الدول بتحاول تغطي احتياجاتها في المصانع من المصادر النباتية المختلفة وغالبا الدول اللي بقى عندها مرضود عالي زي ما بتوصل ل96% في مصر مثلا من الطاقات الانتجار المصنع لازم يكون عنده الاتنين يكون عنده بيستخدم قصب السكر وبيستخدم بنجر السكر زي ما اتكلمنا عن قصب السكر وقلنا ان قصب السكر له فترة بيمكنز فيها في الارض وايضا بيتزرع فيه الشتاء او بيبدأ المحصول قصدي يتم حصاده فيه الشتاء اللي نبعد تمنى للساعة تشهر ايضا لازم نعرف بنجر السكر موعده قد ايه وبيتم حصاده امتى وبالتالي ايضا الكرمات بتاعتي في صناعة السكر من بنجر السكر امتى عمل لها عملية قطع ونطج وبالتالي اسهل من وجود نسبة سكرز عالية في المحتوى اللي موجود عندي فيه كرمات البنجر وبالتالي مقللش من المرضود السكري الناتج من المحصول اللي داخل من بنجر السكر تعالوا كده نبدأ ان نشوف مع بعض ايه هي الموعيد بتاعته وهو محصول شتوي بيتزرع امتى بالزبط وبيتحصد امتى وبالتالي همني ايه وتعرف الاجزاج وبالتالي يعتبر البنجر السكري من المحاصيل الهامة في بعض البلدان حيث لقوا اهمية كبرى في صورة اكيد زي مصر او بعض الدول الاخرى زي ما بيستخدم قصب السكر بيستخدم بنجر السكر في عملية ديه في عملية التصنيع وبالتالي هو يعتبر من المحاصيل المهمة جدا هل البنجر السكر زي وزي قصب السكر لقدام حصول شتوي بيزرع في منتصف شهر اكتوبر خلي بالك ان انا هناك بحصد في قصب السكر امتى بحصد في قصب السكر في يناير وبالتالي عندي غاليا نسبة الصناعة والصناعة بترتكز من شهر يناير الى شهر ايه شهر اربعة او شهر ابريل في قصب السكر هنا بقى بزرعه في منتصف شهر اكتوبر اه بقولي ان الزراعة مبكرة بتؤدي لنقص في نسبة السكر وصعوب التصنيع يعني ما بكرش في عملية في عملية الزراعة عشان اوصل في النهاية للنطج المناسب اللي تكون فيه السكريات الصنائية لاتحاد السكريات الوحدية مع بعض وبالتالي يسهل عملية استخلاص السكر من العصير بتاعه ايضا اعتبر تحديد معاد النطج والحصاد زوء اهمية كبيرة طبعا للحصول على اعلى نسبة من السكر لذلك بقولي باخد عينة كل اسبوع وتحللها وعلى ضوء هيحدد معاد الحصاد خلي بالك ان ايضا لازم هيكون فيه برضو علامات نطج ليه البنجر بتاعي يعني برضو زي ما كان عندي علامات نطج ليه قصب السكر فيه علامات لنطج بنجر السكر هو اه بيزيد عندي شوية ان انا دايما باخد عينة من بنجر السكر عشان اقدر احلل نسبة السكريات اللي موجودة اديه فاحدد بالزبط الفترة المناسبة اللي انا هاخد منها النطج بتاعي او المحصول بتاعي خد بالك ليه الكلام ده كمان لان في بعض المواد المططة اللي موجودة في المحصول اللي موجودة عندي اللي هو بنجر السكر فبالتالي التبكير في عملية الحصاد هيسبب مشكلة او التأخير في عملية الحصاد هيسبب لي مشكلة يبقى على ضوء العينات دي انا بوصل في النهاية ان انا حددهم ولكن ايضا شأن وشأن اي نبات له علامات للنضج اكيد منها وعلى رصاص فرار الاوراق السفلية وانحناها للاسفل زي ما انت شايف في الشاشة زيها زي بالزبط الاطراف والزعزيع في قصب السكر وايضا الاوراق اللي موجودة في الاسفل في قصب السكر بيحصل لها عملية السفرار وزهول وانحناها ايضا الى الاسفل اضرار بقى تأخير نقل المحصول للمصنع اه في اضرار اه في اضرار خلي بالك ان ده نبات كمان بيبقى موجود فيه جزء من الرؤوس النباتية او الاوراق النباتية فبتعمل عملية استهلاك او استنفاذ للبناء الضوئي طول ما هي موجودة مع النبات فبالتالي التأخير فيها هيحصل عملية استهلاك لجزء من السكريات الموجودة وتحولها من ثنية لوحدها ويسبب مشاكل نهيه كمان ان انا عندي عمليات تبخير هتحصل هيحصل فقد في نسبة الماء المحتوى المائي اللي موجود جواه الكرماط وبالتالي هيقلل من نسبة السكريات الموجودة ويؤدي الاخصارة فيه السمن للمحصول اللي موجود عندي بقاءة بقى الجزور في الحقل فترة طويلة يؤدي الى نقص نسبة السكر نتيجة عملية التنافس انا بقولك مشكلة كمان البنجر عن قصب السكر انه عبارة عن كرماط وكمان موجود معا جزء من الاوراق اللي هتوم بعملية التنافس وايضا عمليات ايضا وبالتالي ده هيستهلك جزء كبير جدا من السكريات تلك كمان الجزور في الحقل بيزيد نسبة المطاطية ورسا بقولك في نسبة من المطاطية موجودة في كرماط البنجر وبالتالي هتزود اللزوجة وهتعيق عمليات ايه القطع عمليات القطع هنا المقصود بها يا مصطر عمليات القطع في قلب المحصول لا تاني ركز بيقولي ان انا لو انا زودت فترة او انا سبت فترة او تركتها فترة في الجزور في الحقل بيزود المطاطية وده بيبقى عائق في عمليات القطع القطع ده مش المقصود ده قطعه من قلب المزارع ولكن هتعرف في أثناء عمليات الاستخلاص إن الخطوة المفصلية أو الفارقة في استخلاص السكر من بانجر السكر اللي بيتميزها عن قصب السكر إن في قصب السكر أنا بعمل عصير للإعدام طيب أنا عندي كورمات بعمل لها عصير لا ما بنعملش عصير في كورمات البانجر بعمل إيه يا مستر بقطعها إلى شرائح رقيقة جدا عشان استخلص العصير عن طريق خاصية اسمها الانتشار الرقاق دي بتوزع على سيور بيضخ على طيار من الماء فبتاخد معاها الإيه الخلاصة أو العصارة اللي موجودة في الإيه في الشرائح دي فبالتالي عايز أقول لي هلقى فيه صعوبة في تقطيع البانجر إلى شرائح عشان أقدر أستخلص منه العصير نتيجة الإيه نتيجة لزيادة المطاطية وزيادة اللزوجة في كورمات الإيه البانجر يبقى أنا ألاحظ إن ما سيبش كورمات البانجر فترة طويلة في الأرض وبالتالي عشان ما عملش صعوبة في عمليات تقطيع على شرائح وبالتالي يسهل عملية الايه عملية استخلاص العصير بل مقصود هنا بعملية التقطيع مش التقطيع في الأرض لا التقطيع إلى شرائح أثناء عملية الايه الاستخلاص بالانتشار تعالوا نكمل كده مع بعض عشان أنت مركز وشايف ده في الكورمات اللي موجودة عندي خطوات بقى تصنيع السكر من بانجر زيما أنت شايف طبعا دي سيلوهات كبيرة جدا بيتم تعبئة فيها كورمات البانجر ويتم نقلها إلى المصنع مشاركا بعد عمليات الوزن يعني يجمع يرسل للمصنع بواسطة عربات مخصصة لذلك بتوزن آليا دي المزال بسكول وغالبا بيتم دخها على طول على المصنع فيه سيور السيور دي نقالة بتنقل الكورمات بتاعته إلى داخل الإيه زيما أنت شايفها السيور نقالة بتنقل الكورمات فعلا إلى داخل المصنع فبالتالي بيتنيل بشكل أوتوماتيكا وبشكل آلي يتم تفريج البانجر بقى أليا برفع السيارة دي بصورة ممائلة وينقل البانجر بواسطة سيور قصة إلى داخل المصنع يا إما يستخدم على طول خلي بالك يا إما لو أنا عندي مناطق هخزن فيها بخزن ولكن مش لفترات طويلة عشان ما عملش عمليات ايه عمليات تنفس وبالتالي فقد زي ما أنت شايف يعني دي عاملة زي الجبل كده أو التل أو الهرم ولكن غالبا بيتم منقلها مباشرة داخل المصنع لعمليات ايه عمليات الغسيل ثم عمليات ايه عمليات التصنيع مباشرة لأن وجودها في الشكل ده فترة طويلة هيرفع درجة الحرارة ما بين الكرمات وبعضها وبالتالي هيعمل ظهور لنمو الميكروبات وإضا عمليات التنفس وبالتالي هيتم فقد جزء كبير جدا من السكريات يبقى ركز لو أنا بنقل زي ما أنت شايف كميات كبيرة إلى المصانع يبقى لازم يعندي مناطق للتغزيد ما تكونش بالارتفاعات اللي أنت شايفها دي وبالتالي هتكون بارتفاعات بسيطة جدا أو في أفاص الأفاص دي مصقبة عشان تسمح ببنور الهواء عشان ما ترفعش درجة الحرارة إما لو أنا هنزل في أكوام زي اللي أنت شايفك بلا دي بيتم استخدامها بشكل مباشر يوميا بحيث ما رفعش درجات الحرارة ما بين الكرمات وبعضها وبالتالي ما فقتش قدر جبير جدا من السكريات في عمليات الآيد والتنفس اللي هتبقى موجودة في الكرمات اللي موجودة عندي هنرجع تاني مع بعض كان نشوف ينقل البنجر بعد السلامه لأماكن قصة لمدة قصيرة جدا خد بالك أن لمدة قصيرة جدا لحين تصنيعه حتى لا يتأثر بفقد نسبة السكر زي ما أنت شايف بقى داخل الأنفاء للمصطعة دي الكرمات اللي موجودة قدامك ثم ينقل البنجر مرة أخرى بوسطة سيور قصة إلى داخل خطوط من الكومات اللي انت شفتها أو الأهرام الأحرامات اللي انت شفتها من الكرمات دي بيبدأ ياخد بقى منها جزء وينقل فيه سيور عشان يبدأ مراحل التصنيع نفسه النقاط الواجب مراعاتها قبل بدء التصنيع عندي كده شمية شروط عايز يقولها لي لازم أن أتبع واحد زيادة المساحات المنزلعة على الوصول إلى أكبر طاقة انتاجية المسلم وده اللي احنا اتكلمنا فيه في الجهود المبزولة من الدولة بالارتقاء بصناعة السكر لأن أنا أزود من المساحات المنزلعة من السكر سواء بقى من البنجر أو الأصل عشان أزود من الطاقة الانتاجية للمصنع ومفقدش طاقة الانتاجية أثناء الموسم كمان ضرورة اختيار أصناف ذات مرضود سكري عايز يقول لي تركيز السكر داخل الأصناف المستخدمة سواء كانت السكر أو حتى بنجر السكر تنسبة السكر للسكر جواء البنجر أو كرمات الدية أو تركيز السكر جواء الدية اتباع المكانة الزراعية الحديثة زي ما أنت شايف دي يعتبر من أجمل وأقوى الحاجات اللي بتدين طاقة الانتاجية عالية أن أنا ما عملش هدر وفقد في المحصول اللي موجود عندي أصلا في نقله من المزرعة لحد ليه لحد المصنع أنت شايف وسائل حديثة للنقل يعني كأن بالضبط قطارات محملة بعربيات بتدخل إلى المصانع وبالتالي بتنقل فور الحصاد وهتلاقي دايما حتى العربات اللي أنت شايفها عبارة عن عربات مسقابة كلها ليه عشان أسمح بدفع طيارات من الهواء عشان أقلل من درجات الحرارة اللي موجودة ما بين الكرماط وبعضها عشان ما زودش عمليات نمو الإنزيمات والفطريات وبالتالي ما أوصلش المراحل فساد في الكرماط اللي موجودة عندي الحفظ الجايد بقى لرؤوس البنجر المنع الفقد في نسبة السوكة دا الكلام دا في حال لو أنا مش هستخدم مباشر في المصنع يبقى لازم أخزم بالطرق المماثلة لحين عملية الاستهلاك اتباع بقى التهوية الجايدة لمنع ارتفاع الحرارة والتحلل الذاتي والتخمير دي من أهم النقط لو أنا هخزن وبالتالي لازم أبقى عندي جزء جبير جدا من الهوايات أو جزء جبير جدا من المراوح والشفاطات اللي بتقية بتمص درجات الحرارة اللي موجودة عندي يقول لي فضل السام البنجر يوميا بطاقة المصنع الحفظ على تزارغته عند التصنيع يعني ما حاولش أخزن للأيام المتعقبة مع بعضها أخذ أول بأول على حسب طاقة المصنع المصنع دا بيشتغل بخمسة طن أخذ خمسة طن بيشتغل بعشرة طن أخذ بعشرة طن بيشتغل بطن أخذ بطن ما حاولش أخزن واترك البنجر فترة طويلة إنه أنا قلت لك مشكلته إنه هو عكس أصب السكر البنجر السكر عبارة عن كرمات ونسيج نباتي نسبة العصارة فيه مرتفعة جدا وبتالي نسبة التحلل هتبقى عالية جدا لو أنا تركته فترة طويلة في المخازن خصويا لو ارتفعت درجات الحرارة ما بين الكرمات وبعضها نظافة البنجر من الأوراق الخضراء ده لازم وفورا والأتربة لسهولة نظافة عملية التصنيع كمان وكمان عشان ما استهلكش جزء فيه عمليات التنفس ده ما كدت كده بيوريني المصنع بتاع البنجر أيضا ماشي إزاي وارد برضو في الامتحان يقول لي أسكر خطوات تصنيع السكر من بنجر السكر زي خطوات تصنيع السكر من قصب السكر عندي استلام أو عندي استلام في قصب السكر أو في عدان القصب أو بنجر السكر قد بالك من اللي أقول ده عندي مرحلة تجهيز عندي مرحلة تجهيز كانت في العدان أننا بشيل الأوراق وبقطع العيون المكسورة وبشيل السقان وبوصل أننا العدان تبقى بالشكل واحد في مرحلة البنجر أننا برضو بشيل النباتات أو الأوراق اللي موجودة على الكرمات نفسها أننا بعمل عملية تنظيف للكرمات بشيل جزء من الألياف العلقة بيها كمان بعمل عملية غسيل ليا عشان ما يبقاش عندي جزء من الأتربة يبقى أنا كده ماشي في نفس الخطوات لكن هي اللي هتختلف أننا هوصل لمرحلة عصير في قصب السكر هوصل لمرحلة استخلاص العصير بالانتشار أننا هقطع الكرمات بتاعتي بسمك مليمترات بشرائح معينة بسكاكين معينة عشان أنزلها على السيور بتقابلها مياه بشكل عكسي فتستخلص العصير من داخل الشرائح بدي هي القطوة الفارقة ما بين صناعة السكر من قصب السكر أو بنجر السكر هنا عصير هنا استخلاص بالإيه بالانتشار لكن في النهاية أنا هوصل هنا عصير وهوصل إلى هنا اللي هي خلاصة الماء اللي واخده معاها جزء من السكريات اللي موجودة في الشرائح اللي أنا خدتها بالانتشار في البنجر فنهي أخد العصير اللي طلع ده اللي هو بالانتشار ده وهبدأ أعمله نفس المعاملة اللي عملتها فيه العصير في قصب السكر هبدأ برضه أستخدم نفس الأسليب اللي هي عملية التصفية عملية الترويق اللي هي سيب العصير فترة فيه تنكات امرره فيه مرشحات ايضا عشان اشيل جزء من التفل العلق اللي الموجود معايا جزء من الشواب جزء من الاتربة العلقة هابدأ بعد كده اخد العصير اعمل اضافة برضو للجير اللي هي سواء بقى اضافة الجير على البارد او على الساخن او على البارد والساخن او الساخن جزئيا هي نفس الخطوات بعد كده بعد مرحلة المرابعة كيمياء ايضا هاخد الخطوة اللي بعد كده اننا هعمل عملية ايه عملية تركيز للعصير اللي موجودة عندي في الاربع تنكات اللي احنا شفناهم فيه صناعة السكر مقصة بالسكر بعد كده هعمل عمليات الطرد المركزي ازا هي تقريبا المكت هتلاقي واحد معدى خطوة الانتشار او خطوة استخلاص العصير بالانتشار من كورمات البنجر من يدفع البنجر بوسطة الماء في قنوات خاصة ومنها لامضخات كبيرة الاحواض الغسيل لازالة الاتريبة والمواد العلقة بالدرانات زي ما انت شايف فيه مراحل ايه التصنيع تخطع بقى درانات البنجر للشرائح الرقيقة جدا اللي انت شايفها بوسطة سككين حادة لغرض تسهيل انتشار السكر من الخلايا يبقى هناك بعمل عصر هنا بقطع للشرائح الرقيقة جدا اللي انت بتشوفها وبالتالي ما بيفضلش ترك الكورمات دي في الحقل لمدة طويلة عشان ما يحصلش المطاطية اللي احنا اتكلمنا عليه وتبقى عاقفة عملية التقطيع لشرائح مولي غالبا بيحتوي مصنع السكر في جالب على سلطة اجهزة التقطيع الى شرائح طولها 10 متر لكل 100 جرام يعني تخيل درجة الرقاقة اللي بيبقى عليها الشريحة نفسها انه يقدر يوصل 100 جرام ل10 متر بيوصلهم الى طول 10 متر معناها انه بقطع الى مليمترات رقيقة جدا بسهولة عملية الاستخلاص او سهولة عملية انتشار السكريات داخل الماء يقصد بقى هنا بقى استخلاص السكر بالانتشار اللي هي معاملة شرائح البنجر من الماء على صيور متحركة بيدفع الماء بشكل معاكس يعني لو السير بيمسك في اتجاه من الشمال الى يمين بيدخل الماء من اليمين الى الى الشمال بالشكل المعاكس ليه عشان يقدر ياخد اكبر قدر ممكن من السكريات بيتم ضبط درجة الحرارة 180 درجة في الرنهايتي واستعمل ايضا لذلك 14 استوانة في بعض المصانع يستخدم اجهزة استخلاص يصل طولها 18 متر بسرعة 20 لفة في ديئة يعتمد ذلك على حجم الشراح وسمكها ودرجة الحرارة ونسبة السكر ويستخدم كمية ماء تساوي وزن الشراح المستخدمة من البنجر تقريبا يعني لو حطت طن حطت وصده طن من الماء وبالتالي يطلع طن من العصير ينقى بقى عصير البنجر بإضافة هيدروكسيد الكالسام وجاز سانيوكسيد الكربون تتم هذه العملية على مرحلتين القولة بدبط رقم العصير 9.5 العشرة وتضاف الكامية المناسبة من الجير ثم يمرر جاز سانيوكسيد الكربون فتترصب الشوائب في صورة راسب متبالول يفصل بالترشيح تانية بقى يمرر جاز سانيوكسيد الكربون فقط ليترصب الزيادة من الجير ثم يفصل المترصب ثم يعامل عصير بسانيوكسيد الكابريت يضبط رقم الحموضة يغلي العصير التخلص من الكابريت ثم يتم ترشيح تحت ضغط الغسل الراسل التركيز برجع للنقطة دي تاني عشان ما اتخشي مني انا صرعتلك النقطة دي انا صرعتها عشان لانها خطوة مكررة خطوة مماثلة لصناعة السكر من قصب السكر ماش خطوة زيادة انا قلتلك الفارق بمنتهى البساطة في عملية استخلاص العصير من قصب السكر واستخلاص السكر او السكروز السنائي من بنجر السكر اللي هي عملية الامتشار والتخطيع الى شرائح وبالتالي خطوة اجرائية اللي بعد كده اللي هي عمليات اللي هي العصير وعمليات تركيز العصير وعمليات ان انا اعمل عمليات اضافة الجير او اضافة هيدروكسيد وغاز سانوكسير الكربون عشان اعادل البي اتش وعادل الاحماض اللي موجودة ورصبها في القاع عشان اوصل فيناه برضو لعملية التركيز اللي هي لن تختلف كثيرا عن عملية التركيز للعصير اللي كان موجود في قصب السكر عشان اوصل برضو ليه البلورات الرؤياء اللي هضف لها الرطل من السكر عشان اكون بلورات السكر عشان اوصل لعملية التكفيف التكفيف او فصل البلورات او فصل البلورات الاول واحد من عملية التكفيف ثم عمليات السكر الخام ثم عمليات التكرير انا صرعت لك النقطة دي لان تقريبا نفس الخطوات اللي موجودة في صناعة السكر من ايه من قصب السكر تعالوا نشوفها كده مع بعض تاني ويركز زي ما انت شايف العصير في اجهزة مشابهة بتلك المستخدمة في صناعة السكر من قصب السكر برضو بيرفع التركيز من 15% ل65% يعني هيوصل في النار 65% ثم يعمل عملية ايه وكبرت العصير اللي هي الكبرت دي عشان اقصر اللون عشان اخلي لونه العصير بتاعي اللون الفاتح وزيل اللون الغامع اللي موجودة عندي نتيجة البلستاد القضراء او نتيجة الملونات اللي موجودة داخل ايه كرمات البنجر وبالتالي هوصل لعصير قصر او عصير تم قصر لونه بعد كده بقى بيرشح العصير ثم يركز مرة اخرى عشان اوصل في النهاية ل 92% لونه اصفر باهت ويعد قصره لونه مرة اخرى بالفحم النشط كأني بعمل عملية تكرير لسكر خام او السكر الخام اللي خدته من قصب السكر هنا هضيف الفحم النشط مرة اخرى والزي ما انت شايف يبلور السكروس في تانكات مماثلة لتلك المستخدمة في صناعة السكر الخام من القصب تحت ضغط مخفض ويجمع الساعة المنفصل من اجلسة الطرد المركزي لوعد تركيزه مرة تانية خد بالك عشان اوصل لاجبر قدر ممكن من ايه من السكر بعد كده بيضاف للشراب المعدن المعاملة بالجير ثم يجفف السكر ويعبق مثل ما يحدث في السكر ومستخدم من ايه من قصب السكر تكرير السكر ادي بقى خطوات التكرير اللي احنا اجلناها بعد صناعة السكر من البنجر لان الخطوات واحدة تاني ما كانش ممكن ناخد خطوات تكرير ورا على طول صناعة السكر من قصب السكر باستفادة وبعد كده انا اخدها تاني بعد البنجر لان خطوات تكرير السكر بشكل عام سما من قصب السكر او بنجر سكر هي واحدة تعالونا استعرضها زي ما انا شرحتها في الحلقة السابقة بشكل سريع اخدها كده بالمعلومات بشكل مفصل شوية اه بيقول لي باخد السكر خان بيفرغ ويخلط السكر ويصحب منه عينة للمعمل عشان تقدر النقاوة اللي موجودة قدي اه ليه خطوة الغسيل اللي انا قلتلك عليها انا باخسل في مخلطات بقى مقلبات قوية بواسطة الماء على درجة حرارة 165 درجة فرنهايتي وبدفع المحلول الى الات الطرد المركزي عشان افصل البرورات مرة تانية وترسل لتنكات الازابة بنقاوة 95% يبقى انا غسلت عملية غسيل ثم عملية طرد مركزي ثم بعمل عملية ازابة بنقاوة 99% طيب وانا بعمل ازابة ليه وانا قلتلك الكلام ده عشان بعمل عملية اضافة جير مرة اخرى فازاي هضيف جير على بلورات سكر فلازم ان يعمل عملية ازابة عشان تبقى عصير بس فوق مشبع مرة تانية اللي هي 99% في الماء دي التنكات بتاعت الازابة يزاب السكر في نصف وزنه من الماء النقي الخالي وبالتالي هيبقى عصير ايه عصير فوق مشبع من المواد الاضوية والاملاح المعدنية واستخدم الماء الساخن لاصرع عملية ايه عملية الازابة لان لا يمكن ان كمية السكر دي هتدوب في الماء البارد فلازم يرفع وسخن كمية الماء لنصف وزن كمية الايه كمية السكر اللي موجودة عندي اه هيستعمل بقى هنا هوات الترويق اما بلبن الجير او غاز ثاني اكسيد الكربون او لبن الجير ومعه حمض في السورية تقريبا نفس المواد المستخدمة في عملية الترويق اثناء استخلاص السكر الايه الخام من العصير في المرحلة الاولى سواء فيه بنجر السكر او قصب السكر وبالتالي يستخدم في الترشيح مسحوق الفحم الحيواني زمنا برضو شرحت في الحالة السابقة قلت عشان اعمل قصر للون بتاعي فبيستخدم او بيتم وضع ميت رطل محلول لكل محلول او ميت رطل محلول اربعين الى ستين رطل فحم يعني عايز اقول لي كل ميت رطل من العصير اللي هو المركز بتحطله اربعين الى ستين رطل من الايه من الفحم عشان اعمل عمليات ايه ازالة للرائحة وقصر للايه للون وهو لا يختلف عن الطريقة المتبعة في تحضير السكر الخام ثم يدفع برضو بعد كده الى الات الطرد المركزي عشان افصل البلورات وبالتالي بعد كده يجفف السكر السكر حيث لا تزيد نسبة الرطوبة عن 1% ثم يدرج او يدرج لفصل الاحجام الكبيرة ثم تتم عملية ايه عملية التعبئ قبل ما ادخل في صناعة العسل الاسود تاني انا اصر اعتلك الجزئية دي بتاعة التكرير او جزئية استخلاص او صناعة السكر من بنجر السكر لانها مشابهة الى حد كبير بنسبة حوالي فوق 95% من صناعة السكر من قصب السكر الخطوة الفيصل في صناعة السكر من بنجر السكر اللي هي الشرائح واستخلاص العصير بالانتشار باقي الخطوات هي متتابعة مثلها مثل صناعة السكر من قصب السكر عمليات التكرير هي تقريبا عمليات مشابهة مع عمليات العصر لانه باخدوا السكر بعملوا عملية غسيل في الماء بعد كده بعملوا عملية طرد مركزي ثم اعملوا ازابة على ماء ساخن في نصف وزنه عشان اقدر اضف له اللي هي لبن الجير او ماء الجير عشان اعمل عملية ايه ازالة ليه الاحماض المتبقية وايضا ايه ازالة جزء من الاملاح المتبقية وايزالة جزء من المواد الغروية المتبقية فيه للسكر عشان اوصل لنقاوة 98% بعد كده بضيف فحم نباتي غالبا كل ميت رطل من العصير المركز ده بضفنه من 40 الى 60 رطل بعد كده ببدأ اعمل عملية قصر للون اللي موجود عندي بعد كده باخد العصير ده اعمل له عملية تركيز تاني عملية بلورة ثم عملية فصل ببلورات واخد البلورات اللي ايه اللي فاها نسبة رهوبة بعمل لها عملية تكفيف واوصل الى السكر المقرر سواء من قصب السكر او من بنجر السكر يبقى انت كده ببساطة خطب تصنيع للسكر من قصب السكر وبنجر السكر تعالوا بقى نشوف صناعة تحولية قائمة على صناعة العصير او صناعة عصير قصب السكر وهي صناعة العسل الاسود تعالوا ناخد مع بعض نبزة عن صناعة العسل الاسود عايز يقول لي ان صناعة العسل الاسود في مصر صناعة قديمة العهد مهاش صناعة جديدة ومش قادرين بمعنى اصح نقول تاريخها ايه لكن نقدر نقول الاماكن او اهم مناطق صناعة طبعا العسل المعروف كنا زي ما نقول المثل الداري العسل السرياوسي اللي هو سرياوس مركز نواب الاليوبية انتقل بعد كده بقى ايه لفرشوت في دير مواس يبقى اشهر يعني ماقدرش اقول لي التاريخ قوي لكن اشهر منطقتين اللي هي منطقة سرياوس في الاليوبية راح بعد كده لفرشوت ثم دير مواس زي كده العسل الاسود غالبا متمركز في المناطق دي اللي انا بتكلم عليها اللي هي سواء في سرياوس او في فرشوت او في دير مواس في الصعيد العسل الاسود غزاء شعبي بيدخل في صناعة بعض الحلوة المحلية وهو خصوصا الحلوة العسلية تاني وخصوصا الحلوة العسلية وبالتالي يتركب من زي ما انت شايف التركيز 23.6% في المئة مواد صلبة كلية 76.4% اللي هي السكاروس بالمواد الصلبة نفسها 38.12% اللي هي السكر المختزل بيصل الى 21.35% مواد الصلبة كلية 76 يتلاقي المجموعة تقريبا 100% عايز اقول ان السكاروس في المواد الصلبة الموجودة اللي هي 76 بيوصل ل38.12% والسكر المختزل بالمواد الصلبة بيقى 21.35% بما تجمعهم التهم قريبين من الرقم اللي احنا بنتكلم عليه طريقة بقى الصناعة عشان تبقى عارف او تبقى مركز معها في طريقة صناعة العسل اللي صناعة العسل بيجي منين العسل بيجي منين بيجي من عصير العسل يبقى لازم اعد العدان وعمل لها عملية عصر كويس قوي ويكون خالية من الاوراق واوصل للعصير بتاعك ثم بعمل عمليات تركيز او غليان على النار في اواني مفتوحة سواء كانت اواني فوق خارية ثم تنقل بعد كده في اواني من الستانلس او اواني من النحاسل مطلي عشان اوصل في النهاية لتركيز 65% عشان اوصل للعسل بتاعه اللي بقى اخده وعمله عمليات تعتيق باللون اللي انت بشوفه ذاك اللون بتاعه اللون اللي هو الاسمر او اللون الاسمر الفاتحة او الغامع على حسب درجات الحرارة والتركيز اللي تم فيه عملية التسخيم وبنهاية الجزئية دي يا جماعة اللي هي صناعة او الواحدة التانية اللي هي اخدنا فيها صناعة السكر من قصب السكر السكر من بنجر السكر وايضا صناعة العسل السود بيكون وصلنا الى نهاية الحلقة ولا لقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة